احمد موسى ينفعل على الهواء ويطالب الحكومة بمنح الاجازات بسبب كورونا السلام عليكم يا متابعين الكرام اهلا بحضراتكم ان شاء الله قبل ما نبدأ فيه تفاصيل الخبر بتاعنا ما تنسوش تصالوا على الحبيب محمد ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعالوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم فيديوهاتنا اول باول واللي بيحب مصر يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر احمد موسى ينفعل على الهواء ويطالب الحكومة بمنح الاجازات بسبب كورونا قال الاعلامي احمد موسى ان المانيا والمستشار ميركل قالت انها فشلت في مواجهة كورونا وقال الماكينات الالمانية فشلت واعلنت الاغلاق حتى عشر يناير ومنع الاحتفالات وناشد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد بمنح اجازة اسبوعين لمدارس في مصر لوجود ظرف استثنائي على ان تعود الدراسة يوم 8 يناير واشر احمد موسى الى انه طلب منح الاجازة بناء على التجارب الخارجية واقربها المانيا نافيا مطالبته باغلاق كامل في مصر المصدر معنا كان من صحيفة اخبار اليوم منتظر رأي حضركم في هذا القبر الهام والعاجل جدا ترجمة نانسي قنقر